بسم الله الرحمن الرحيم وفي الحقيقة ما يقع في الدورة دي الجماعة الطنجة وامر مسيء لنا جميعا منتخبين وسلطات ورأي عام ومجتمع مدني وصحافة وساكينة لا اعتقد انه كانش واحد اللي ترضيه يعني هذيك الحالة دي الفوضى ودي الاعتداء على المؤسسات وعلى الحرمة ديالها و يعني خلق واحد الارتباك عام في السير ديال الجماعة في المجلس اللي هو مجتمع باش يداول في نقاط كتهم المدينة والمصالح ديال المدينة والمصالح ديال السكينة كتجي مجموعة ديال الناس مدفوعين باش يعقلوا العمل وعقلوا الاجتماع احتجاج اذا كان مشروع فعندو الاماكين الخاصة دياله عندو يعني المجال اللي يمكن يعبر فيه على رأسه بكل اريحية ما كنتشي مشكل معناش مشكل احنا لا معا اه الاحتجاج ولا معا عندنا مشكل اساسا معا عدم احترام القانون اه لذلك الامر واضح انه خص السلطات المحلية تقوم بالواجب ديالها في حماية المؤسسات بحماية المجلس اه لا اعتقد ان هذك السورة ترضي احدا اه ترويج يعني هذك المشهد ديال الفوضى وذك السوق اللي كي كون تمه هذ الامر ده موسيق ماشي فقط اللي لنحنا كاغلبية ولا كامجلس وانما موسيق للجميع الناس ولا الاطراف ولا الاشخاص اللي مور هاد الشي اللي كتقوم بهاد بعد الاعمال ديال البلطاجة هي مسؤولة ومعروفة وبتالي هي تمادت فهد البسالة ديالها وخص يعني اتخاذ الاجراءات اللازمة معها باش ميتكرش هذ الشي وإلا إذا هاد العدوى انتقلت إلى الجماعات الأخرى فغادي تولي الفوضى اللي عندو شي نقطة اللي عندو شي حساب بغي يصفيه مع رئيس الجماعة غادي جيل الدورة للجماعة وغادي عرقل وبالتالي غادي نصبحوا أمام واحد ضايرة جديدة إلا كان المشرع فتح المجال أمام يعني الساكينة باش جي تابع الدورات فطبعة حال ضمنها الحق في الولوج المعلومة بشكل عام وتقييم الأداء ديال المستشارين وتقييم التداول ديال المجلس بشكل عام يعرفوا التجاه ديال التدبير فين ماشي لكن المشرع كان واضح ما أعطاش الحق المتابعين لا باش يتدخلوا لا باش يتكلموا لا باش يتخذوا دورات المجلس النقطة ديال الحتجاج إذن هذا الأمر هذا صبرنا عليه مرة أولى مرة تانية ولكن حينما أصبح عمل ممنهج ومنضم أشخاص معروفين ويريدون الإساءة ويريدون الإربك العملية فهذا الأمر يعني ما يمكنش يتم السكوت عليه والمسؤوليات فهذا الباب واضحة نحن نلجأ في حدود المتح قانونا إلى عقد دورات مغلقة لكن السلطات المحلية أيضا عليها مسؤولية كبيرة في هذا المجال يجب أن تحمي المجلس من هذا الاعتداء السافر الذي يقع يجب أن توفر الشروط دي الاشتغال ممكنش المستشارين يتدولوا في شؤون المدينة تحت الضغط وتحت التهديد إذن نحن أمام يعني واحد الظاهرة اللي يخصد تعالج وإلا فإنها كما قلت هذه الظاهرة إذا تفشت وإذا مشت يعني ولا تصبح أمر عادي ويتم تسامح مع الناس اللي يقفون وراءه فهذا معناه الفوضى أو الفوضى لا يمكن أن نسامح معها أو نقبلها أو نطبع معها قبل أن تخرجوا لا تنسوا تابعونا وفلاشين فيبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية